السلام عليكم كاجي كيف حالكم؟ اشتقتلكم كتير اليوم الاثنين تاريخ 13-4-2020 اليوم رح نحلم بعضنا تمارين الكراسة للعدد 19 هل أنتم مستعدون؟ هيا معي والآن يا صغاري سوف نعد الأشكال الموجودة في المستطيل الأول عدوا معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 أحسنتم يا صغاري أما الآن سوف نلون العدد تسعة عشر هيا لنقترب إليه قليلا لنستطيع تلوينه هيا يا صغاري لنلون معاً تسعة تسعة عشر أحسنتم إنكم رائعون يا أحباء يا أحبائي لقد انتقلنا إلى الصفحة الثانية من حال تمارين الكراسة السؤال الأول مطلوب مننا أن نضع إشارة صح أسفل الصورة التي تحتوي على تسعة عشر شكلاً هل أنتم جاهزون لنعدوا معاً؟ هيا لنبدأ بالعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر أحسنتم يا صغاري هذه الصورة تحتوي على تسعة عشر شكلاً نضع إشارة صح أحسنتم فلنعدوا الأشكال الموجودة في الصورة الثانية واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر هل هذه الصورة تحتوي على تسعة عشر شكلاً؟ أحسنتم إنها لا تحتوي على تسعة عشر شكلاً والآن سوف ننتقل إلى التمرين الثاني وهو كتابة العدد تسعة عشر هيا معي يا صغاري هيا لنكتب العدد تسعة عشر تسعة عشر مرة أخرى تسعة عشر مرة أخرى أحسنتم يا صغاري لقد انتهينا من كتابة العدد تسعة عشر أما الآن يا كيجي الرائعون لقد انتقلنا إلى حل تمارين الكراسة العدد عشرون لتاريخ خمسة عشر أربعة ألفين وعشرين يوم الأربعة هيا معي يا أحبائي هل أنتم مستعدون لنبدأ بعد الأشكال الموجودة في المستطيل الأول هيا معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون والآن سوف ننتقل لتلوين العدد عشرون هيا لنلون معاً هيا لنلون معاً اختوي على عشر اختوي على عشرون شكلاً هيا لنعد معاً واحد اثنان ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون واحد وعشرون اثنان وعشرون ثلاثة وعشرون أربعة وعشرون خمسة وعشرون هل هذه الصورة تحتوي على عشرون شكلاً؟ أحسن توم لا تحتوي على عشرون شكلاً هيا نعد الأشكال الموجودة في الصورة الثانية هيا عدوا معي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر عشرون هذه الصورة تحتوي على عشرون شكلاً أحسنكم يا صغاري لنضع إشارة صح أسفل الصورة رائعون أما الآن سوف ننتقل إلى التمرين الثاني وهو كتابة العدد عشرون بشكل صحيح هل أنتم مستعدون؟ هيا لنبدأ بالكتابة هيا لنكتب معاً عشرون مرة أخرى عشرون مرة أخرى عشرون أحسن توم هيا لنكمل الكتابة وقد انتهينا من كتابة العدد عشرون وسوف ننتقل إلى حل تمارين المراجعة انتبهوا معي لقد انتقلنا لحل تمارين المراجعة في الكرة سالي يوم الخميس تاريخ 16 أربعة 2020 سوف نبدأ الآن بمراجعة الأعداد وطريقة كتابتها من العدد ستة عشر إلى العدد عشرون هيا معي هيا نبدأ في الكتابة ستة عشر أحسنتم سبعة عشر ثمانية عشر أحسنتم تسعة عشر إنكم رائعون وآخر عدد هو عشرون والآن سوف نكمل ما تبقى من الحل هيا معي لقد انتهينا من كتابة الأعداد من الستة عشر إلى العشرون بشكل مرتب هيا لننتقل إلى الصفحة الثانية من صفحات المراجعة هيا معي أحبائي هذه هي الصفحة الثانية من صفحات المراجعة مطلوب مننا أن نكمل العدد الناقص هيا يا أحبائي واحد بعد الواحد يوجد اثنان أحسنتم ثلاثة ثم أربعة خمسة ثم ستة بعدها سبعة ثم تمانية نكتبها مرة أخرى ثم 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 تسعة بعدها عشرة ثم بعد العشرة إحدى عشر لنكمل بعدها إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثم ثمانية عشر ثم تسعة عشر وآخر عدد هو العدد عشرون أحسنتم يا صغاري لقد انتهينا من المستطيل الأول والآن سوف ننتقل إلى المستطيل الثاني ونكمل الأعداد الناقصة هيا يا أحبائي لنبدأ من المربع الأول هل يوجد لدينا العدد واحد؟ لا يوجد لنبدأ بالعدد واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية سبعة تسعة عشر احدعشر اثنى عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر أربعة عشر وهنا خمسة عشر أحسنتم ستة عشر ثم سبعة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر ثلاثة عشر أحسنتم يا صغاري لقد انتهينا من حل الصفحة ثمانية وعشرون لننتقد إلى حل الصفحة الأخيرة من صفحات المراجعة هيا معي هذه هي الصفحة الأخيرة من صفحات المراجعة مطلوب مننا أن نلون وفق الناتج سوف نبدأ الحل كيف؟ الغيمة الأولى تحتوي على العدد 5 ناقص 2 5 ناقص 2 يساوي 3 انظروا معي إلى المربعات الموجودة في أسفل الصفحة المربع الذي يحتوي على العدد 3 ما هو لونه؟ أحسن توم لونه زهري لنضغط على اللون الزهري ونلون هذه الغيمة لنلون الغيمة كاملة لونوا يا أحبائي سوف ننتقل بعد ذلك إلى الغيمة الثانية 3 ناقص 1 يساوي 2 أحسن توم لنبحث معا على العدد 2 في المربعات الموجودة بالأسفل لنألم ما هو لونه ما هو لونه يا تورا؟ أحسن توم إنه المربع الأخضر لنختار اللون الأخضر ولنلون به هذه الغيمة أحسن توم يا أحبائي أما الآن سوف ننتقل إلى الغيمة الثالثة وهي 6 ناقص ثلاثة 6 ناقص ثلاثة كم يا أحبائي؟ أحسن توم ثلاثة رائعون ثلاثة المربع الذي يحتوي على العدد ثلاثة مرة أخرى لونه زهري لنلون هذه الغيمة باللون الزهري هيا لننتقل إلى الغيمة التي بجانبها 6 ناقص 2 يساوي أحسن توم أربعة المربع الذي يحتوي على العدد أربعة لونه أزرق رائعون هيا نرون الغيمة باللون الأزرق أما الغيمة التي بجوارها 7 ناقص 1 7 ناقص 1 كم يساوي 7 ناقص 1؟ أحسن توم يساوي 6 يساوي 6 ما هو لون المربع الذي يحتوي على العدد 6؟ لونه أصفر رائعون لنلونها باللون الأصفر أحسنتم يا أحبائي والآن سوف ننتقل للغيمة التي في الأسفل 4 ناقص 1 كم يساوي 3 أحسن توم المربع الذي يحتوي على العدد 3 لونه وردي زهري هيا لنلون أما الغيمة الأخيرة 5 ناقص 1 يساوي 4 أحسنتم 5 ناقص 1 يساوي 4 ما لون المربع الذي يحتوي على العدد 4؟ إنه المربع الأزرق أحسنتم يا صغاري يجب أن نلون كل غيمة باللون المناسب لها انتظر أن أرى تلوينكم الجميل جدا أتمنى أن تكونوا استفدتم معي كاجي يعطيكم العافية ناقص 1 تعطي أن été أعلي أخري سائل الأخري أخري أخري شكرا